موسيقى الفوائد الصحية لتناول الجرجير الجرجير هو نبات ورقي لونه أخضر يمتاز بأوروك ريشية صغيرة ويأكل الورق الغض منه قبل إزهور النبات طعمه حريف فلفلي لإحتوائه على الجليوكو إيرن تنمو شجيرة الجرجير إلى ارتفاع 20 إلى 100 سم على سطح الأرض وهي تمتاز بأزهارها البيضاء الصغيرة يصنف نبات الجرجير من الناحية العلمية والإحيائية ضمن الفصيلة الكرنبية أو الخردلية والتي تشمل أيضا خضروات مألوفة مثل الكرنبيط أو الزهرة واللفت أو الكرومب والفجل ومع أن الجرجير يزرع في مختلف أنحاء العالم بكميات ضخمة لأغراض تجارية إلا أنه أيضا منتشر على نطوق واسع في البرية كما أنه موجود في معظم أنحاء الأرض ولكنه أقل رواجا في شمال إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين منه في باقي أجزاء العالم يقول العلماء إن العرب عرفوا الجرجير ووصفوه في الطب القديم كعلاج يُعطي الطاق وقدرة ونشاط عاما للجسم ويساعد على هضم الطعام وإدرار البول وقد استعمل في حضرات قديمة أخرى مثل الحضرات الرومانية كمنشط جنسي وكمكوّل لصناعة وصفات الحب أو وصفات الحظ الجيد حسب اعتقادهم فوائد تناول الجرجير للجرجير فوائد كثيرة ومتنوعة فهو يحتوي على نسبة كبيرة جدا من المواد المغذية بالنسبة لوزن أوروكو وذلك عدا عن قونه غنيا جدا بالغذاء مقارنة بالكمية الصغيرة جدا التي يعطيها من السعرات الحرارية حيث إن فيه كثيرا من الفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامينات A وC وK وكذلك المعادن ومنها الكاليسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم والسوديوم ومن هذا المنطلق فهو يعتبر خيورا جيدا لمن يريد تخفيض وزنه للجرجير فوائد معينة بسبب المواد الغذائية التي يحتويها فهو يساعد على تخفيف قطر الإصابة بالسرطان وزيادة صحة العظام وتحسين صحة البصر والجلد وكذلك فإنه يرفع من أداء الدماغ والنظام المناعي شرب عصير أوراق الجرجير وأكل بذوره اللاثع مثل خردل وكذلك أكل أوراقه الغذة له فوائد عديدة مختلفة منها ما يأتي مضغدا لحفر الأسنان ومشاكل العظام وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين كي الذي أثبتت الدراسات أهميته للعظم منبه ومدر للبول ملين للبطن حيث يساعد على الهضم مقويا جنسيا وربما يرجع ذلك لوجود فيتامين ها المنشط والمهيج للشهوة بذر جرجير وماءه يزيلين النمش والبهوق أكل جرجير علاج لطنقية الدم وتسريع دورانه يحسن من صحة الجلد وذلك بسبب خواصه المضاد للالتهابات وقد استخدمه العرب لهذا الغرض منذ العصور القديمة يساعد على تثبيت الأسنان وتقوية اللثة ومنع نزيفها يعالج نزالات البرد والأمراض الصدرية لأنه طارد للبلغم مسكن لألام الروماتيزم والمفاصل إذا أخذ الجرجير مع الطعام سيعد على إضرار الصفراء كما أنه يزيد من دفع البول ويقول به ويطيل الجميع أكل الجرجير يفيد ضد داء الحفر ينظف المعدة والأمعاء ويخلص الجسم من السمو يقول نظام المناعي للجسم وذلك بسبب احتوائه على فيتامين جيم وعلى النحاس الذي يساعد على بناء خلايا الدم البيضاء للدفاع عن الجسم يكون صحة الأوعية الدموية وبالتالي يساعد على علاج أمراض القلب وذلك لخواصها المضاد للالتهابات يساعد على التخفيف من الوزن وذلك بسبب احتوائه على نسب كبير من المواد المغذية مقارنة بحصة صغيرة جدا من السعرات الحرارية يحمل عيناني من مشكلة التقدم في السن لاحتوائه على مضادات الأكساد وفيتامين A يساعد على تخفيف خطر الإصابة بالسرطان وذلك لإحتوائه على الفلوكو زينوليت يعالج أمراض الكلا والكبد والنقرص استعمال الجرجير الطوزج في السلطات يساعد في عملية الهضم يخفض نسبة السكر في البول فاتح للشهية أهم الفوائد العلاجية للجرجير علاج تسوق الشعر يساعد الجرجير على علاج تسوق الشعر ويمكن استغلال خاصيته هذه بمسجر 15 غروم من عصير الجرجير مع 50 غروم من الكحول السيبرت الأبيض مع ملعقة صغيرة من ماء الورد ثم تدليق فروة الرأس بالمزيج يوميا لمدة أسبوعين قبل الغسيل علاج إدرار البول للجرجير خواص تساعد على إدرار البول بسبب احتوائه على مركبات كبريتية وذلك ينطبق خصوصا على بعض أنواعه التي تنمو في البرية يمكن غلي مقدار 3 جرز صغيرة من الجرجير مع بصل متوسطة الحجم في لترين من الماء ويستمر الغلي حتى ينخفض منسوب الماء إلى النصر ثم يصفى ويشرب منه مقدار قوب في الصباح وقوب في المساء علاج الحروق يستعمل الجرجير لعلاج الحروق وذلك باستخدامه على صورة مرهم شبه سئل ومن الممكن تحضير ذلك المزيج بسحق حزمتين صغيرتين من الجرجير الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم يصفى المزيج ويستخدم لعلاج الحروق السطحية من الشمس فوائد زيت الجرجير أكدت الدراسات العلمية المعملية أن زيت الجرجير وزيت الزيتون يقضيان على الدهون في الدم ويؤديان إلى أحداث حدوث نقص معنوياً في كل من الدهون الكلية والكورسترول في الجسم وقد تبين باستخدام تقنية التحليل الضوئي أن زيت الجرجير يحتوى على كميات كبيرة من حمض معروف علمياً باسم جاما لينو لينيك أدى استعمال زيت الجرجير والزيتون على فئرون التجارب إلى حدوث نقص معنوي في كل من الدهون الكلية والكورسترول الكلي سواء في مصل الدم أو في نسيج الكبد مما يشير إلى فائلة استخدامه في تخفيض نسبة الدهون والكورسترول في الدم فوائد عصير الجرجير مزجع عصير الجرجير مع خمس جرومات من الكحول وملعقة صغيرة من ماء الورد وتدليك الشعر يساعد على نموه وتخفيف تساقطه إن عصير الجرجير مفيد للرجال الذين يعانون من أمراض الصلاة عصير الجرجير ينق الدم ويساعد على تقوية الأسنان وعلاج الأمراض الصدرية يفيد لإدرار البول حيث يمكن وضع ثلاث حفا من الجرجير مع بصلة في لتر من الماء ويترك على النار حتى يتبخر الماء ويبكى ثلثه أو نصفه وعندها يشرب كوبا منه في الصباح والمساء محاذير وموانع استخدام الجرجير يحتوي الجرجير على نسبة عالية من حمض الإكساليك وهو حمض قد يكون له دور في تكوين حصوة الكلية ينصح المصابون بتضخم الغدة الدرقية بالامتناع عن تناول الجرجير ينصح الاعتدال في تناول الجرجير لأنه يحتوي على مواد حريفة خردلية الطبيعة والإفراط في تناوله بكثرة قد يسبب حرقة في المثانا إن فواد الجرجير كثيرة ولذلك يجب الاستفادة منه بشكل كبير فهو قادر على معالجة الكثير من الالتهابات والإصابات بما فيها حروق الشمس السطحية وإذا ما أضيف الجرجير الطوزج إلى طبق السلطة فسيساعد في عملية الهضم وإدرار البول والطمث ولذلك تنصح المرأة الحامل بعدم تناوله كثيرا يزود الجرجير جسم الإنسان بفيتامين جيم وفيتامين كاف وفيتامين ألف والكاليسيوم والكبريت واليود والحديد والنحاس والفسفور ومواد كبريتية أخرى والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعارات القناة وجزاكم الله خيرا شكرا شكرا شكرا